مقدمة هذا الكتاب دعوة لموقف جديد لإصلاح الريف إن مستوى المعيشة والحضارة بين فلاحي العالم الفقراء فقرا مدكعا هو مما يمكن رفعه بواسطة البناء التعاوني الذي يتطلب تناولا جديدا لمشاريع الإسكان الكبيرة في الريف وهذا التناول فيه ما هو أكثر من الأمور التقنية البحثة التي تهم المهندس المعماري فهناك مسائل اجتماعية وحضارية معقدة ودقيقة جدا وهناك المسائل الاقتصادية ومسألة علاقة المشروع بالحكومة وهلوم مجرة ولا يمكن أن تترك أي من هذه المسائل بدون اعتبار لأن كل واحدة منها لا تأثيرها على الأخرى والصورة الشاملة ستتشوه بحسف أي منها ولهذا فإن الكتاب يعالج هذه المشكلات المركبة وكل أمر يقع في مكانيه المنطقي في العرض إلا بالنسبة لبعض المعلومات التقنية المحدة التي تم وضعها في ملحق بحيث يتمكن كل الكراء مهما كانت مؤهلاتهم أو أوجه اهتماماتهم الخاصة من استيعاب شمولية فلسفة التخطيط المعروضة ولما كانت مقترحاتي تتعلق أساسا بالفلاح فإن كتابي مهداء إليه وكم كنت أود لو كان من المستطاع أن يكون موجه إليه فقط وإني لا أمل أنه سيأتي سريعا ذلك الوقت الذي يستطيع فيه أن يقرأه ويحكم عليه على أنه ينبغي علي في الوقت الحالي أن أوجه الكتاب إلى أولئك الذين ضعون رفاهية الفلاح موضع العناية إلى المهندس المعماري وإلى المخطط وعالم الاجتماع وعالم الإنسان وإلى كل الرسميين المحليين والقوميين والدوليين الذين يهتمون بالإسكان وبرفاهية الريف ولا كل السياسيين والحكومات في كل مكان ولا كل فرد يعمل في المساعدة على تشكيل السياسة الرسمية الموجهة للريف لن يكون من الإنصاف ختم هذه المقدمة بدون الإقرار بالشكر لكل أولئك الذين ساعدوني في إنتاج هذا الكتاب وهم من مصر الدكتور صروة عكاشة والدكتور مجدي وهبة ومستر كورستوفر سكوت والأنسة نوال حسن ومستر سبيرو ديامان تيش والدكتور رولاند أليس أما في الولايات المتحدة فقد نلت العون من زمالتي في معهد أدلاي ستيفنسون كما اكتسبت واستمتعت إلى حد هائل من رفقتي لهياة التدريس بالمعهد والأصحاب الزمال الأخرين إن هذا المعهد هو المكان الذي وجدت فيه أفكار سكنها وروحها في صورة واضحة جدا بمأسك أنه سيمكنني من أضعها موضع التطبيق الدكتور حسن فنس الجنة المفقودة الريف لو أعطيت مليون جنيه ماذا سوف تفعل بها؟ هذا السؤال كانوا يسئلونه لنا دائما عندما كنا شبابا سؤال يطلق خيالنا هائمة ويطلق فينا أحلام يقظة وكانت هناك إجابتان واحتملتان لدي إحدهما أن أشتري يخطى وأستأجر أركسترا ويبحر حول العالم مع أصدقائي مستمعين إلى باخ وشمار وبرامز والأخرى أن أبني قرية يتبع فيها الفلاحون استوب الحياة الذي أتمناه لهم وكان لذي الأمنية الثانية جزور عميقة تعود إلى تفولتي لقد أحسست دائما بحب عميق للريف ولكنه كان حبا للتصور وليس لشيء أعرفه حقا فالريف المكان الذي يعيش فيه الفلاحون لم أكن أراه إلا من نوافذ الكطار عندما نذهب إلى الإسكندرية لقضاء أجازة الصيف ولكن هذه الخبرة العابرة أضيفت لها صورتان متباينتان حصلت عليهم من أبي وأمي بالتتالي أما أبي فكان يتجنب الريف فهو بالنسبة له مكان مليء بالزباب والبعوض والماء الملوس وكان يمنع أطفاله من أن تكون لهم أي علاقة به ورغم أنه كان يمتلك العديد من الضيوع في الريف إلا أنه لم يكن يزوره قط ولا يقترب من الريف الأكثر من المنصورة العاصمة الإقليمية حيث كان يذهب مرة كل سنة ليلتقي بوكلائه في الأرض ليجبض الإيجار وحتى السنة السابعة والعشرين من عمري لم أضع قط قدمي على أي من ممتلكاتنا في الريف أما أمي فقد قضت جزء من طفولتها في الريف فكانت تحتفظ له بأمتع الزكريات وكانت تتمنى حتى آخر يوم في حياتها العودة إليه وكانت تقص علينا حكايات عن الخراف الوديع التي تتبعها في سيرها وعن كل حيوانات المزرعة والدجاج والحمام وكيف كانت تنشأ الصداقات معها وتظل تراقبها طوال العام وكانت الحيوانات الوحيدة التي رأيناها عن قربها الخراف التي تشترى لعيد الأضحى والتي ما أن نقيم صداقة معها حتى تأخذ التصبح أو كتعان العجولة الصغيرة التي كانت تصاق من خلال الشوارع إلى المزبح وقصت علينا أمي كيف ينتج الناس في الريف كل ما يحتاجونه لأنفسهم وكيف أنهم لا يحتاجون أبدا إلا شراء شيء غير كماش ملابسهم بل وكيف أن الصمار اللازم لمكانسهم يموا بطول القنوات في المزرعة ويبدو أنني كدورست شوك أمي الذي لم يتحقق العودة إلى الريف وكنت أعتقد أن الريف يعطي الفرصة لحياة أبسط وأسعد وأقل قلقا مما تفعل المدينة وقد اتحدث هاتين الصورتان في خالي لتنتج صورة للريف كجنة ولكنها جنة يوجد فوقها سحاب من الزباب وجداولها التي تجري تحت الأقدام قد أصبحت موحلة وموبوء قبل بالهارسية والدونسترية ولزمتني هذه الصورة وجعلتني أشعر أنه ينبغي عمل شيء ليستعيد الريف المصري نعيم الجنة وإذا كانت المشكلة قد بدت لي بسيطة ينزاك فسبب ذلك أنني كنت شابا بلا خبرة على أنها كانت وما زالت مسألة تشغل الجانب الأعظم من أفكاري ونشاطاتي من وقتها حتى الآن مشكلة كلما تكشف لي تعقدها عبر السنين لم يؤدي ذلك إلا إلى تعزيز اقتناعي بأنه ينبغي عمل شيء لحلها ألا أن الشيء الذي يحلها كذا لا يمكن أن يكون مما يصلح لذلك إلا إذا كان ملهما بالحب إنما أن يكون عليهم أن يحولوا الريف لأن يستطيعوا القيامة بذلك بناء على توجيهات عالية تصدر من المكاتب الوظيفية في القاهرة وأنما سيكون عليهم أن يحبوا الفلاح بما يكفي لأن يعيشوا معه وعليهم أن يتخذوا مسكنهم في الريف وأن يكرسوا حيطهم للأداء العملي في الموقع مباشرة من أجل إصلاح الحياة الريفية وبسبب إحساسي هذا تجاهل الحياة الريفية وجدتني مدفوعا عندما أتممت الدراسات الثانوية إلى أن أقدم طلبا لدخول مدرسة للزراعة وكان هناك امتحان يعقد للطلبة الذين يتمحون لدخول هذه المدرسة ووقتها كانت خبرات العملية بالفلاحة تقتصر في حسب على ما كنت أرى من نوافذ الكتار ولكني ظلنت أنني ربما عود ما لدي من أوجه قصور بأن أدرس النظريات الزراعية من المراجع ودرست معناي كل شيء عن كل محصول لوحده وذهبت لواجه الممتحنين وكأن الامتحان شفويا وسألني الممتحن لو كان لديك حق الحقوتن وردت أن تزرع في أرزن ماذا ستفعل؟ يا لو من سؤال سخيف هكذا فقرت ثم أجبت الأمر بسيط سوف أقتلع الكتن وأزرع الأرز ولم يكن شيئا ولكنه سألني عن الزمن الذي يصره نمو الزراع وخانتني الزاكرة فكل ستة شهور بدلا من ستة أسابيع وسألني الممتحن أمتأكد قمت ألا تكون سبعة شهور هي الأقرب وفقرت في الأمر وكنت قد لاحظت من الكتار أن حقول الزراع يمكن أن تكون كبيرة جدا ولم أكن أرى قط أي فرد في داخلها لابد أن حصاد الزراع يتطلب زمان طويلة وقلت نعم ربما سبعة شهور أو حتى سمانية شهور حسن نعم أظن ذلك أو هي تسعة وانا بدأ يخطر لي أنه لعله لا ينظر لإجاباتي بما تستحقوا من الاحترام وصرفوني في أدب ولم أدخل مدرسة الزراعة وذهبت بدلا من ذلك إلى الفنون التطبيقية حيث اخترت دراسة العمارة وبعد تخرجي ذهبت يوما للإشراف على بناء مدرسة في طلخة وهي مدينة ريفية صغيرة تقع على النيل في شمال الدلتة مقابل المنصورة وكان موقع المدرسة خارج المدينة وبعد أول يوم أو يومين غيرت طريق عامدا لتجنب اختراق المدينة فقد بلغ من الشميزازي من منظر ورقاحة الشارع الضيقة الخارقة فتين وكل أنواع القصارة حيث تلقى بانتظام كل قمامة المطابخ الماء القذر وكشور السمك والخضرات العطنة وبقاء الزباح وبلغ من اكتئابي من مظهر الدكاكين الصغيرة الزرية وجهتان مفتوحة على ما في الشارع من رواح وزباب ويدعرض سلعها البائسة على المرة المبتلينة بالفقر بلغ من هذا كله أني لم أعد أستطيع تحمل المرور خلال المدينة وظلت صورة هذه المدينة تلازمني ولم أعد أستطيع التفكير إلا في استسلام هؤلاء القرويين لحالهم استسلاما يائسا وفي نظرتهم للحياة نظرة ضيقة قاصرة وتقبلهم الزليل لهذا الوضع المروع الذي يجبرون فيه على انفاق حياتهم كادحين في سبيل المال وسط المباني الزرية في طلخة وكان ما يتبدى من مبالاتهم يمسك بخناقي وكنت أن تعذب من عجزي أمام هذا المشهد فمن المؤكد أن هناك شيئا ما يمكن عمله ولكن ما هو؟ إن الفلاحين غاركين جدا في بؤسهم بما لا يسمح لهم بالمبادرة إلى التغيير إنهم يحتاجون لبيوت لائقة ولكن لبيوت غالية وفي المدن الكبيرة ينجذب الرأسماليون إلى عادة لساسمار في الإسكان وكثيرا ما تقدم الهيئات العامة الوزارات ومجالس المدن وإلى آخره تسهيلات وسائل المواطنين ولكن لا الرأسماليين ولا الدولة يبدو أنهم يرغبون في أن يأخذوا على عاطقهم تمويل بيوت الفلاحين التي لا تعود بأي إيجارة على الرأسماليين ولكن ولا تعود على السياسيين إلا بأقل الأمجاد وهكذا فإن كل الطرفين ينفدن أيديهما من الأمر ويظل الفلاحون يعيشون في القزارة وقد تقول أن الله لا يعين إلا من يعينون أنفسهم ولكن هؤلاء الفلاحون لا يستطيعون ذلك وهم لا يستطيعون حتى تحمل سمن البوص لتسكيف أكواخهم فكيف يمكنهم شراء أعواد الحديد الصلب أو الخشب أو الأسمنت لقومة بيوت جديدة وكيف يمكنهم أن يدفعوا أجر البنائين لإقامة البيوت لا إنهم قد نبزو من الجميع يجدون سنوات حياتهم القصيرة العليلة القبيحة فيما يولدون فيه من قصيرة وشقاء وهذا الحال يشترك فيه الملايين في مصر أما في العالم كله فإنه يوجد حسب تقدير الأمم المتحدة 800 مليون فلاح أي سلسكان العالم محكوم عليهم الآن بالموت قبل الأوام بسبب سلسكانهم وتصدف أن كانت إحدى مزارعنا قريبة من طلخة وانتهست الفرصة لألقي نظرة عليها وكانت خبرة مروعة لم تكن لدي حتى ذلك الوقت أي فكرة عن القزارة المخيفة والقبح الذي يعيش في الفلاح هنا في المزرعة وشاهدت مجموعة أكواخ من الطين منخفضة مظلمة قزرة بلا نوافذ ولا مرحيد ولا مياه نظيفة والماشية تعيش عمليا في نفس الحجرة مع الناس لم تكن هناك أدنى صلة بما في خيالي من ريف شعري وكل شيء في هذه المزرعة تعيسة يخضع للاقتصاديات المزرعات تمتد مباشرة حتى عتبات الأكواخ التي تتزاحم في فناء المزرعة القزر لتترك أقصى مساحة ممكنة المزرعات التي تدر المال ولا يوجد ظل فظل الأشجار يعوك لموالقطن ولم يفعل أي شيء يكون في نظرة اعتبار الكائلات البشرية التي تنفق حياتها وحالة هذه الصورة ما كان الصورة الأولى للجنة الريفية ذات الجداول المحلة على أنه ربما كان من حسن الحظ أن المزرعة كانت ملكنا فقد أدى ذلك إلى أن يخطر ببالي أننا نحن وأنفسنا المسؤولون لقد كان أول جزء أراها من الريف هو إحدى مزارع عائلاتنا وقد قنعنا بأن نحيا ونحن نجهل بؤسة الفلاحين المسير للغسيان وبالطبع فقد حسست والدي على إعادة بناء المزرعة وقد فعله ولكني إلى جانب بلاي المزرعة وبيوت الفلاحين كنت مهتما للغاية بالحصول على بيت يبنى هناك لعائلاتنا فقد أحسست أن السبب الرئيسي لسوء حال المزرعة هو أن أحدا منا لا يزورها وأن أحسن ضوان لاستمرار رفاهيتها وأن يعيش أفراد عائلتنا هناك كثيرا بقدر الإمكان والحسن الحظ كانت هناك الصلاحة صغيرة من غرفتين أمكنني إصلاحها وعادة تشكيلها وذلك بالرغم من أن والدي اعتقد أنني مجنون وفي النهاية فقد ثبت في الحقيقة أن فيها ما يمت حتى أن أخي أقام هناك وكان يأتي بالضيف إليها بحيث أنها ظلت تقريبا مسكونة دائما الطوبة اللبن الأمل الوحيد لعدد بناء الريف إنه بالتأكيد لوضع شازن أن أي فلاح في مصر يحوز قدر فدان من الأرض باسمه يمتلك منزلا بينما الملاك الأراضي من أصحاب الماء تفدان أو أقصر لا يتحملون دفع سمن منزل إلا أن الفلاح يبني منزله من الطيد أو من الطوبة اللبن الذي يحفره من الأرض ويجففه في الشمس وهنا في كل عشة وكوخه متداعم في مصر كانت الإجابة على مشكلتي فهنا ثلاث السنين والكورونا ظل الفلاح يستثمر بحكم وهدوء مادة البناء الظاهرة بينما نحن بأفكارنا الحديثة من التعليم المدرسي لا نحن أبدا باستخدام مادة متحقها كذا مثل الطين لعملية خلق جدية للغاية مثل المسكن ولكن لم لا؟ من المؤكد أن بيوت الفلاحين قد تكون ضيقة ومظلمة وقصرة وغير مريحة ولكن هذا ليس نتيجة خطأ من الطوبة اللبن فليس هناك ما لا يمكن إصلاح أمره بالتصميم الجيد وحسن الانتقاء لماذا لا نستخدم لبيوتنا في الريف هذه المادة التي أرسلت من السماء؟ ولماذا لا نجعل بيوت الفلاحين أفضل؟ لماذا ينبغي أن يكون هناك أي فارق بين بيوت الفلاح وبيت المالك؟ هيا نبنيهما معا من الطوبة اللبن ونصممهما معا تصميما جيدا وسوف يمكن لهما معا أن يوفرها لمالكهما الجمال والراحة وكذا أخذت أصمم بيوتا ريفية من الطوبة اللبن وانتجت عددا من التصميمات بل وقمت في 1937 معرضا في المنصورة ثم بعدها في القاهرة حيث ألقيت محاضرة عن تصوري للبيت الريفي وقد نتج عن هذه المحاضرة عدة فرص للبناء وقد كانت هذه البيوت في غالبها لعملاء أغنياء وكان فيها بالتأكيد تحسين عن النمط القديم للبيت الريفي الموجود في البلدة إلا أن سبب ذلك في أغلبه أنها كانت أقصر جمالا على أنها برغم من جدرانها الاقتصادية المصنوعة من طوبة اللبن لم تكن أرخص كثيرا من المنازل المبنية من المواد الأقصر تقليدية والسبب هو ارتفاع سمن خشب الأسقف ترجمة نانسي قنقر